ناقصنا ايه دكتور ايمن؟ يعني ايه اللي احنا ناقصنا النهاردة خلي نقول افكار مع بعض واقعية عشان منها لو في منها افكار هيتم منقشتها في الحوار الوطني الحقيقة بناسبة اهمية القطاع السياحي وصل يعني مش هقول فكرة ولا تنين مئات الافكار وصلت للحوار الوطني وكلها حاجات منضبطة وجيدة وحاجات قبلة للتنفيذ كمان جبنا مجموعة من البيانات الضخمة جدا اثناء فترة الاعداد للحوار الوطني عشان نكمل بيها صورة المطرحات المتقدمة عشان ما تبقاش مجرد اقتراح او فكرة بس يعني يبقى شكل الدراسة جدوى خفيفة كده الطيران الاقتصادي زي ما تفضل سيد الدكتور حقيقة هو عامل مهم جدا عشان تقدر تخفض تذكرة الطيران عشان يبقى فيه تحرق بشكل منضبط جوه مصر وسليم وسهل ويسهل على السياح الثقافة بقى ثقافة الوعي بالسياحة الحقيقة احنا محتاجن لها بشكل يعني كبير جدا المواطن المصري لابد ان يعي ان هذا السياح هو جزء من داخله تحديدا هو شخصية سواء كان شغال في قطاع السياحة او مش شغال في قطاع السياحة لازم فكرة الوعي بقى الثقافي بالسياحة في مصر تنتشر بشكل او باخر طريقة التعامل مع السياح طريقة البيع والشرا والثقة اللي تكلم فيها احد المعلقين واحد يقول لك اما حاجة السياح يتعامل بثقة او يتعامل بصدق قصده من هنا ايه ان احنا بتبقى المنتجات احيانا بتاخد اكتر من شكل عندنا واكتر من سعر ودي حاجات احنا خلاص بقينا بقى يعني في عالم منفتح وبقى السياح بيجي مصر عارف كويس جدا من خلال الانترنت هو هيروح فين وحيشتري بكامه وحياكم الايه والاسعار ايه فبنعمل احنا ساعات فجوة نفسية كده مع السياح دي اتعامل بقى اكتر من اقتراح في هذا الشأن وكيفية الحكامة والضبط لهذه الالية بالتحديد ومنسما يعني انا مش هايزة بقى الاحداث احنا ان شاء الله التلاتة اللي هو يعني بعد يومين باذن الله تعالى حنشوف طفرة جديدة وافكار المصريين في هذا القطاع وطبعا رجال العمال كلهم ممثلين تقريبا في الحوار الوطني شباب اقتراحات غير عادية المرأة اقتراحات غير عادية لازم نعرف ان السياحة في العالم كله من كل عشر اشخاص يعني فيه واحد بيشتغل يعني عشرة في المئة من القوى اللي عاملها في العالم اشتغل في قطاع السياحة ومنسما احنا ممكن نقضي على كمية كبيرة جدا من البطالة وبسهولة جدا من خلال هذا القطاع وتنشيطه يعني الحقيقة صحيح